بالنسبة للناس اللي يغتنموا الفرص حزينة مثل هذه ويسموا في الأوضاع ويحاولوا يفرقوا بين الجيش والشعب بين الشعب والدولة أقول لهم فقط أن المواطنين الشرافاء هم اللي يساعدوا مساله الأمن في إلقاء القبض على بعض المشبوهين والحد اليوم حد الآن فيه 22 مشبوه موقوفون القبض عليهم بمساعدة المواطنين شرافاء أحرار منهم 11 في تيزيوزو 2 في جيجل 1 في عين دفلة 3 في المدية و4 في عنابة وأنا ماشيين تحريات مستمرة ونجيبه إن شاء الله إن شاء الله العدلة تقوم بالواجبتها أنا متأكد منه موسيقى ترجمة نانسي قنقر